اشتركوا في القناة ونصف تطوره عبر الزمن ونسلط الضوء على معانيه ورمزيته لا تنسوا الاشتراك في قناة نور المعرفة وتفعيل جرس التنبيهات لتلقي المزيد من الفيديوهات المميزة ما هو فانوس رمضان؟ فانوس رمضان هو مصباح تقليدي يستخدم في شهر رمضان المبارك وهو عبارة عن هيكل مجوف مصنوع من المعدن أو الخشب أو الزجاج وله ألوان وأشكال متنوعة يتم إضاءة الفانوس من الداخل بشمعة أو مصباح كهربائي مما يخلق ضوءا دافئا وجميلا نشأة فانوس رمضان وأصله التاريخي القصة الأولى تروى قصة أن المصريين استقبلوا الخليفة الفاطمية المعزة لدين الله الفاطمي في ليلة الخامس من رمضان عام 358 هجرية أمر الخليفة بإضاءة الطريق بالمشاعر والفوانيس فخرج المصريون حاملين الفوانيس للترحيب به القصة الثانية كان الخليفة الفاطمي يخرج في ليلة رؤية هلال رمضان ومعه الناس حاملين الفوانيس للإنارة كان الخليفة يجوب شوارع القاهرة شرقا وغربا حتى يصل إلى منطقة المقطم لاستطلاع هلال رمضان القصة الثالثة كان من عادات الخليفة الفاطمي في يوم رؤية هلال رمضان أن يخرج ومعه الشعب متمثلين في أسر كاملة والأطفال في فرحة لرؤية الهلال حاملين الفوانيس للإنارة القصة الرابعة ارتبط فانوس رمضان في العصر الفاطمي بالمسحرات حيث كان المسحرات يطوف الشوارع ليلا لتسحير الناس كان الأطفال يرافقون المسحرات حاملين الفوانيس تطور الفانوس عبر الزمن واحد الفوانيس التقليدية كان أول نوع من الفوانيس وكان يصنع من الخشب المغطى بورق زجاجي أو جلد ويوضع بداخله شمعة ظهر بعد ذلك فانوس الصاج وكان أكثر متانة من فانوس الخشب وكان يزين برسمات ونقوش مختلفة ظهرت الفوانيس المعدنية في العصر الحديث وكانت تتميز بألوانها الزاهية وأشكالها المتنوعة ظهرت الفوانيس الزجاجية وكانت تتميز بجمالها ورقتها لكنها كانت باهظة الثمن اثنان الفوانيس الحديثة فانوس كهربائي ظهرت الفوانيس الكهربائية التي تعمل بالبطاريات مما جعلها أكثر أمانا وسهولة في الاستخدام ظهرت بعد ذلك الفوانيس الموسيقية التي تصدر أصوات وأغاني رمضانية ظهرت بعد ذلك الفوانيس المتحركة التي تحكي شخصيات كرتونية أو حيوانات ظهرت بعد ذلك الفوانيس الإلكترونية التي تعرض عليها صور وأفلام رمضانية العوامل المؤثرة على تطور الفانوس التطور التكنولوجي أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور فوانيس حديثة مزودة بإمكانيات متقدمة التأثيرات الثقافية تأثرت أشكال الفوانيس بالثقافات المختلفة مما أدى إلى ظهور تنوع كبير في أشكالها وألوانها رغبات الأطفال يصمم مصنع الفوانيس أشكالاً جديدة تلبي رغبات الأطفال وتثير اهتمامهم لعبة البحث عن الكنز في رمضان تعد لعبة البحث عن الكنز من الألعاب الممتعة التي تقام في شهر رمضان خاصة في بعض الدول العربية طريقة اللعب يقوم الكبار بإخفاء الحلوى أو الهدايا داخل فوانيس رمضان في أماكن مختلفة من المنزل أو الحديقة يعطى الأطفال أدلة أو خرائط تساعدهم على البحث عن الفوانيس يبدأ الأطفال بالبحث عن الفوانيس مستخدمين الأدلة والخرائط عندما يجد الطفل فانوساً يمكنه الاحتفاظ بالحلوى أو الهدية الموجودة بداخله فوائد اللعبة تساعد لعبة البحث عن الكنز على تنمية مهارات البحث والتفكير لدى الأطفال تساعد على زيادة التفاعل بين أفراد العائلة وخلق أجواء من المرح والبهجة تساهم في تعزيز الشعور بالانتماء إلى المجتمع خاصة إذا تمت اللعبة مع أطفال من الجيران فانوس رمضان في الثقافة العربية أغاني الأطفال عن الفانوس تعد أغاني الأطفال عن الفانوس من أشهر مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في الدول العربية تتميز هذه الأغاني بلحنها البسيط وكلماتها السهلة التي يحفظها الأطفال بسهولة تساهم هذه الأغاني في خلق أجواء من البهجة والسرور في شهر رمضان ألعاب وحكايات مرتبطة بالفانوس ترتبط العديد من الألعاب والحكايات بفانوس رمضان في الثقافة العربية من أشهر هذه الألعاب لعبة وحوي يا وحوي التي يشارك فيها الأطفال حاملين فوانيسهم من أشهر الحكايات المرتبطة بالفانوس حكاية الخليفة الفاطمي والنساء دور فانوس رمضان في التراث العربي يعد فانوس رمضان رمزا هاما في التراث العربي حيث يجسد عادات وتقاليد موروثة عبر الأجيال يساهم فانوس رمضان في نقل التراث الثقافي للأجيال القادمة ويعزز الشعور بالهوية العربية والإسلامية دور فانوس رمضان في رمضان يعد فانوس رمضان رمزاً للبهجة والسرور حيث يضفي على الشهر الكريم أجواءً مميزاً من السعادة والدفء يستخدم فانوس رمضان في تزيين المنازل والشوارع والأسواق مما يضفي عليها لمسة جمالية خاصة عنصر أساسي في احتفالات رمضان يعد فانوس رمضان عنصراً أساسياً في احتفالات رمضان حيث يشارك الأطفال في طقوس اللمى والقرداية حاملين فوانيسهم ويرددون أغاني رمضان الجميلة يستخدم فانوس رمضان في لعبة وحوي يا وحوي التي يشارك فيها الأطفال ويحصلون على الحلوى والمكسرات كمكافأة يعد فانوس رمضان رمزاً للتجمع والوحدة حيث يجتمع أفراد العائلة والأصدقاء حوله ويشاركون في الأحاديث والفعاليات الرمضانية يساعد فانوس رمضان على خلق أجواء من الألفة والمحبة بين الناس ويعزز الشعور بالانتماء إلى المجتمع يعد فانوس رمضان رمزاً للتراث والثقافة العربية والإسلامية حيث يجسد عادات وتقاليد موروثة عبر الأجيال يساهم فانوس رمضان في نقل التراث الثقافي للأجيال القادمة ويعزز الشعور بالهوية العربية والإسلامية يمكن استخدام فانوس رمضان كأداة تعليمية للأطفال حيث يمكن تعليمهم عن تاريخه ورمزيته وعن عادات وتقاليد شهر رمضان يمكن استخدام فانوس رمضان في تحفيز إبداع الأطفال حيث يمكنهم تزيينه أو رسمه أو كتابة قصص عنه الفانوس ليس مجرد قطعة ديكور بل هو رمز للحضارة العربية والإسلامية وعنوان للبهجة والسرور في شهر رمضان المبارك ندعوكم لمشاهدة هذا الفيديو والتعرف على المزيد عن تاريخ الفانوس وتطوره عبر الزمن مع تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة وشهر رمضان كريم شكرا لكم على المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في قناة نور المعرفة وتفعيل جرس التنبيهات لتلقي المزيد من الفيديوهات المميزة نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم إلى اللقاء في فيديو قادم في الختام نأمل أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم ونترككم مع بعض الأسئلة للنقاش في التعليقات ما هي ذكرياتكم مع فانوس رمضان ما هي أجمل أغنية عن الفانوس ما هي أجمل لعبة مرتبطة بالفانوس ما هو شكل الفانوس المفضل لديك ما هو دور فانوس رمضان في حياتكم نترككم مع أجمل تمنياتنا بشهر رمضان كريم مع السلامة